الرحيم. في الفيديو ده هنتكلم عن الاعمدة ان شاء الله. اخد الرسومات بتاعتي. واخدها في نيو آآ دروينج. تمام? اخد اللي طبعا الاساسية بتاعت اللي هي اللي هي رزيلة اللي راح بدا اشتغل عليها. اول حاجة فرضى ان احنا مسلا هنشتغل على عين واحد. هو عين واحد اللي هو ده. اللي موجود في قف واحد. ابدأ ارسم قطاع على عين واحد. عندي هنا ده منصوب الصفر. منصوب دهر البلاطة اربعة وسبعة وعشرة. يبقى ادي نبقى الفرضا ان ده منصوب الصفر. اشتغل ده منصوب الصفر. يبقى اربعة متر. وبعدين افزت تلاتة متر. هذا الدور التاني. افزت الدور التالت. يبقى ده الارضي وده الاول والتاني. تمام? اخد آآ البلاطة عندي هنا خمسة عشرين سنتي. كلها يبقى اتنين خمسة خمسة عشرين سنتي لتحت وهنا لتحت. والتحت. وده منصوب الصفر. عندي منصوب التأسيس بتاع المشروع او بتاع المبنى سالب متر ونص. فانزل من هنا كده افزت متر ونص. تمام? اللي هي آآ اربعين والمسلحة ستين. يبقى افزت اربعين. يبقى افزت ستين. ناشي. طيب ادي آآ اللي هي عندي العادية اللي هيقف واحد. آآ الاتجاه الطولي المتر تمانين والمسلحة متر خمسة. هنا المتر تمانين يبقى انا اخد افزت تسعين سنتي. يمين وتسعين سنتي آآ شمال. طيب. آآ اخد ده المسلحة. متر وخمسين يبقى افزت خمسة وسبعين سنتي. يمين وخمسة وسبعين سنتي شمال. تمام? يبقى لكده بالنسبة لي. يبقى لكده بالنسبة لنا الواعدة العادية والمسلح. ناشي. العمود. العمود عندي في الدور الاول. من الارضي ده اهي. واحد تلاتين في خمسين في الدور الاول الارضي والاول وفي الدور التاني تلاتين في اربعين. يبقى هنا كده. تلاتين في خمسين يبقى خمسة وعشرين سنتي مين. خمسة وعشرين سنتي شمال. يبقى ده كده العمود بتاعي. تمام? ده ننسب الصفر ده العادية. امسح بقى كل الكلام ده انا مكنتش محتاجه. اهو. اعمل الخط ده. الخط ده. يبقى على كده العمود اخذ اه خمسين سنتي. كده. ناشي. وامسح لي. او اخذ الجزء بثلة. اللي انته من هنا لهنا. اف ست عشرة سنتي. تمام? يبقى عمسح بقى الزيادات دي كلها. بالترم اضبط. الدنيا دي كده. انا كده رسمت قطاع عين اه واي. ماشي. اخذ ده كده المسلحة. اه دي المسلحة. اه دي العادية. اه دي المسلحة. اه دي العدية. تمام? اه دي العمود. العمود بس. تمام? يبقى ده كده العادية والمسلحة. اه دي اول عمود. طيب هنا في نفس منسوب الاعدة. يعني اشارة العمود هتبدأ من فوق الاعدة مباشرة. ابدأ ارسم الحديد الرئيسي بتاع العمود. انا عندي عين واحد. عشرة فاي ستاشر. خمسة هنا وخمسة هنا. اقول له انا عندي الحديد ستاشر. انا برسم الحديد الرئيسي بتاع العمود. الكافر طبعا هيبقى تلاتة وتلاتين ميلي. خمسة وعشرين الكافر وتمانية ميلي الكائناة. الحديد هنا اه صفر. مش عايز انا رجول. صح? وهيبقى ايه? النقطتين. هحدد له النقطة دي. واحدد له النقطة دي. تمام? يبقى ده كده السيخ هيبقى عشرة فاي ستاشر. اوكي. ادي اول السيخ معنا اللي هو عشرة فاي ست. تمام? طيب. هنا السيخ بقى واقف هنا. انا عايز بقى ازود الاشخارة. وزود متر تلاتين. الاشخارة اللي هي تبقى خمسة وستين في آآ بديد ستاشر. يبقى متر وعبعة. زائد تلاتة وتلاتين. يبقى هنا ممكن نزود كده. المتر وسبعة ميلي. وانزل برضو من هنا كده آآ او تلاتة تلاتة اللي هي تلاتة وتلاتين سمتي تلاتة وتلاتين ميلي الكفر. تمام? يبقى عشان ابدأ من وش القعدة على طول. وهنا كده من فوق من اخر من اخر الصبة. بسيب الاشارة بتاعة العمود متر واربعة سمتي. تمام? طيب يبقى انا كده رسمت رسمت الحديد الرئيسي. رسمت الحديد الرئيسي العمود. ماشي. آآ اول ازا بقى الكلام ده في الكانة. ارسم هنا اهي. ارسم الاول العمود. نقول لنا تلاتين في خمسين. هذه خمسين. هذه تلاتين. خمسين تلاتين. ارسم جوة الكلام ده اهي. الكلام اهي. آآ الكلام تمانية. الخمسة وعشرين حديد آر. آآ الافل عشرة سنتي. مية على مية خمسة وتلاتين والافل برضا عشرة سنتي على مية خمسة وتلاتين. تمام? اختار الدياجونال اللي هو ده. يبقى ده كده الحديد. هعملها مسلا تلات كنات او حاجة لحد ما عدهم وآآ وازبط العدد بتاعة. ماشي? احو. انا عايز هنا اوزع كنات الحديد الرئيسي لخمسة كده وخمسة كده. صح? زي الرسم. ابدأ اقول له اختار السيخ ده. اقول له على 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 المنطقة دي بالكامل. انت عايزهم كام سيخ? خمس اسيخ. او خمس اسيخ متوزعين بالتسيخ. تمام? اقول له اوكي. هنا ونختار مسلا الشكل ده وده. واقول له مسلا بالتلات سيخ دول انتر عشرة فاين ستة. تمام? اخذ الكلام ده من النقطة دي عشان انقله من ناحية التانية وكان كده رسمت الحديد الرئيسي. طيب الحديد الرئيسي ده اه في هنا كان حبايا كده في النص اهي. صح? دي كان حبايا. ازود برضو الكاناة الحبايا دي هنا. اهو من الارسم الكنات. ارسمها كانا جديدة خالص اهي الشكل بتاعها اهو. هذه التمانية خمسة وعشرين ار اعملها برضو على مية خمسة وتلاتين. اعملها ستة سنطي ما فيش مشكلة. مية خمسة تلاتين ستة سنطي. واختار البارات. البار ده. والبار ده. يبقى انا كده رسمت الكانا. عمالها بعض التلاتة لحد ما نحسب اهى عددهم. نعم? يبقى دي كده اهي. اقول له ان الكنة دي. اهو. الدهو ده لازم يبقى نفس العدد طب. ماشي? احنا كده رسمنا الكنات. نوزع بقى الحديد الرئيسي ده ممكن اخد ده كده كوبي من النقطة دي. واحطه هنا. على النقطة دي. بحيس ان انا اوزع اخد ده كوبي. ماشي من النقطة دي كده ومشيها نفس المكان. يبقى انا كده وزعت الخمس اسياخ اللي انا محتاجه. خمسة ده كده خلاص. يبقى انا رسمت الحديد الرئيسي بتاع العمود. ورسمت الكنة بتاعة العمود. او القطع بتاع العمود. طيب انا عايز اوزع بقى الكنات في المنطقة دي. ماشي. انا عندي المنطقة دي. من النقطة دي. للنقطة دي. ده لتلاتة اجزاء متساوية. الجزء هيبقى طوله مية اتنين واربعين سنطي. طبعا اللي خلينا نقسم لتلات اه اجزاء لان الراجل هنا قال لنا ان الحديد تكسيف الكنات في السلسة الاول والاخير تمانية فاي تمانية. لكن اللي في النص ستة فاي آآ تمانية. فعندنا هناخد التوزيع اللي هو الجزء اللي في النصة او السلس اللي في النصة هناخده ستة فاي تمانية. لكن الاول والاخير هناخده تمانية فاي تمانية. طيب لو اشتغلنا على الاول والاخير الاول. ادي عندنا مية اتنين واربعين. مية اتنين واربعين في تمن تسياح ناشي زائد الواحد البادي. يبقى انا محتاج هنا كده تلاتتاشر آآ سيخ. يبقى انا محتاج في الجزء ده تلاتتاشر كانت من النقطة دي كده. لحد النقطة دي كده محتاج تلاتتاشر كانت. طيب. نعمل بس هنا كده عشان نعمل زون. طيب قبلها بقى ارسم الكنات. اوزع الكنات بالشكل ده كده. اقول له الكنات دي. اقول له وهحدد لك الزونات بالاتجاه من النقطة دي للنقطة دي. يبقى دي كده اول زونة. اقول له. هي زونة واحدة بس اللي انا محتاج فيها الداتة دي. طيب انت عايز كما كانة قلنا تلتاشر كانة. يبقى لو عمل لك دي تلتاشر. الاول بس هناخد من الاول هنسيب خمسة سنطي مسلا تحت. ادي خمسة سنطي. من تحت هنا كده. علشان هبدأ اول كانة بعدها بخمسة سنطي. ومن فوق طبعا مش هنسيب حاجة خالص. من الصفر. يبقى هنا خمسة سنطي ويبقى اخر كان هنا منطبقة على النقطة دي. انا عايز تلتاشر كانة. تلتاشر كانة. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة امانية تسة عشر احداشر اتناشر تلتاشر. لان التلتاشر كان دول بينهم اتناشر مسافة. يبقى ان هنا دي عدد المسافات. تمام? يبقى كده انا عملت تلتاشر كانة. اقول له اوكي. اه هنا بقى عايز تعملها اكتب ماشي او هنكتب العدد هنا ونكتبها مرة واحدة. هنشيل الاكتب دي. النمبر دول تلتاشر اه كانة. اه هنحدد الشكل ده كده. واقول له اوكي. اه دي. النقطة دي كده. اقول له دول تلتاشر كانة. عندي من هنا خمسة سنطي. وبعدين اتناشر مسافة في اتناشر سنطي. تمام? يبقى احنا كده رسمنا دول. نفس الكلام بالزبط. النفس اللي انا عملته هنا اعمله هنا. اه دي. الانفورسمنت ديستريبيوشن. عايز اوزع الكانة دي. اقول له انتر من النقطة دي لحد. هنا كده. ممكن اخط برضو لكده خط مساعدة الاول. واقول له للكانة دي. اوكي. من النقطة دي كده للنقطة دي. تمام? اه وعدة للزونات بواحد. اه من تحت مش هسيب حاجة خالص لان انا عايز اول كانت ابدأ في النقطة دي كده. فانا هقول له صفر. لكن من فوق برضو ممكن احسيب خمسة اه سنطي. خمسة سنطي. اه بالعدد احنا انت فقنا ان هي اتناشر مسافة عشان يديني تلتاشر كانت. واحد اتنين تلت خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احتشرة اتناشر تلتاشر. اوكي. يبقى هنا تلتاشر كانت. اجي هنا المنطقة دي كده. اقول له دول تلتاشر في تمانية. وقادي بتاعتها. يبقى لسا دي بس الجزء اللي في النص. طيب عندنا بقى في الحتة دي. انا عندي هنا لو رسمنا خط مساعد كده طوله مية اتنين واربعين نفس الطول اهو. ماشي. فعملنا. اللي الحزبة قلنا ان انا عندي مية اتنين واربعين في السمенко زائد واحد يطلع لي تسعة ونص يبقى انا عايز عشرة كنات. يبقى مية اتنين واربعين. على تسعة مسافات. يبقى المسافة الوحدة. خمسة عشر بوينت سبعة. صح. يبقى المسافة الوحدة خمسة عشر بوينت سبعة. تمام? فاعمل المكانة هنا في المنطقة دي. من هنا لهنا. الجزء اللي في النص ده. والان بواحد. طيب انا عندي هنا هسيب من تحت خمستاشر سبعة. هسيب من فوق خمستاشر سبعة. تمام? طيب انا عندي بقى في المنطقة البعية دي. انا عايز في كان كم كان. هم كانوا كلهم عشر كنات. طيب فيه هنا واحدة وهنا واحدة. يبقى بتبقي تمن كنات. التمن كنات بينهم سبع مسافات. همام? اقول له اوكي. يبقى هنا سبع. آآ سبع كنات. اقول له برضو بنفس الطريقة اه. يبقى انا كده الاجمالي لعدد الكنات. يعني هنا عندي تلاتاشر. وعندي هنا سبعة وهنا عندي تلاتاشر. تمامك? انا كده بسمت التسليح بتاع العمود ده. بقى عايز بقى افرد الحديد بتاع العمود ده. آآ عندي علامة. هذه الكنات. وهنا احط العدد بتاعها. وهدي الكنات التانية. احط طبعا العدد آآ بتاعها. آآ الحديد الرئيسي بتاع العمود اهو. السيخ ده. اخدوه. ممكن ما ادخل دي. دي السيخ ده. هنا كده. وهدي التفريد بتاع. تمام? وهنا عشرة آآ عشرة فايز ستاشر. بطول خمسة متر اربعة وخمسين سمتي. آآ طبعا هنا ده مزبوط. هنا بس دي بمفروض مش سبعة دي بمفروض تمانية. دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. اما تمن كنات مش سبعة. اجي هنا. آآ اقول له ده كده. آآ موديفكيشن. اقول له دول تمان كنات مش سبعة كنات. ناشي. ازبط بقى لعدد آآ بتاعتي. انا هنا ده آآ اكتفنا ان هو مزبوط. لو قلنا موديفاي. هنا ده وعشرة تمام. آآ اجي على نفس البارة اتاكد ان انا عامله آآ ان انا مش هعمل اكتف. هنا الاقيها اكتف طبعا ايه? اشيلها. ماشي عشان ما اتكررش الحسابات بتاعتي مرتين. طيب انا عندي هنا عدد الكنات تلاتاشر وتمانية وتلاتاشر. ماشي. ادي تلاتاشر وتمانية وتلاتاشر. اربعة وتلاتين كانت. فاجي هنا كده. اعلم كده. اقول له ان هي اكتف. انا عندي اربعة وتلاتين كانت بالمنزر ده. طبعا هتروح متغيرة هنا مضغيرة في الديستريبيوشن على طريق. في التخليل ده بتاعي. آآ اسفنا عنديش. اربعة وتلاتين كانت. تمام? اقول له آآ اعلم ان نجي اكتف. تمام? آآ هنا برضو نفس القصة. هنا اربعة وتلاتين كانت. واقول له ان ده آآ اكتف. كده الحسابات بتاعت اربعة وتلاتين كانت بالشكل ده. اربعة وتلاتين كانت بالشكل ده. في التوزيع دي. اتأكد طبعا ان هنا ان انا عامل دي آآ مش هيل علامة الصحة من قدام اكتف. نفس الكلام هنا. نفس الكلام آآ تحت هنا. بناشي. طبعا احنا كده خلصنا العمود واي عمود منتزم بيتم تفريدته بالطريقة دي. طيب عندنا بقى في الدور الاول هنا هنلاقي ان في الدور الارضي. في الدور الاول التسليح تلاتين. التسليح عشرة في ستاشر. آآ قطع برضو تلاتين في خمسين. تمام? لكن في هنا هيطلع الدور التاني تمانية في ستاشر. اذا العشر آآ السياخ هنا هيطلع منهم آآ تمن السياخ. هطلعوا باشارة في الدور التاني لكن سخين هيموتوا في سقف الدور آآ الاول. تمام? العشرة هيطلعوا تمانية. ازن عشان نرسم القصة دي بنفس الطريقة بالزبط ارسم آآ 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 برضو صفر صفر كله تمام كده. آآ هنا صفر صفر ابدأ من هنا كده. واطلع لحد النقطة آآ دي. عندي هنا بقى تمن اسياخ بس بالمنزر ده. ماشي? اهو. آآ دي بتمن اسياخ ستاشر. نعمل هنا واحد بوينت او تلاتة تلاتة زي ما اتفقنا. وهنا آآ انزل بدي كده بوينت او تلاتة تلاتة. على فرض ان الاشارة متر واحد بس. كلام يا شباب? تمام? طيب ده كده الاربع اشاير ازا لو خلنا بس نعمل نشكل النقطة دي على النقطة دي المفروض نلاقيها متر مصبوط. طيب. هنا ده اربع اشاير بس بالمنزر ده. يعني السيخ ده كده هياخده كوبي. ادي واحد. ممكن اخده موف بس شبابه عشان بدل ما هم منطوقين على بعض كده. ماشي. ادي واحد. هنا اتنين تلاتة. اربع. طيب بالنسبة بقى للسيخ اللي موجود ده. السيخ اللي اسهلهم ان انا اعمل خط مساعد برضو. انا دائما بشتغل بحب بشتغل بالقصة دي. ها هو. تمام? واعمل هنا انزل بي خمسة وليكن مسلا خمسة سنتي آآ كفر. واعمل كده خمسين سنتي. على اساس امد السيخ هنا في السقف خمسين سنتي. واعمل السيخ بالكده تلاتة تلاتة او سنة يعني. ها هو. تبقى السيخ بدء من هنا لحد هنا. طيب اروح انا بقى رسم السيخ. بالطريقة دي. بصفر. علشان يمشي على السيخ ده بالزبط اللي انا هعلم عليه. اروح مختار ان انا هرسم السيخ بنفسي وكل الكلام ده اصفر. تمام? اه اللي هامشي عليها اهي. اقول له اللي هامشي عليها. ابدأ من هنا كده. من عند النقطة دي. واطلع بالسيخ. بالمنظر ده اقف هنا كده. وبعدين اخش النقطة دي. يبقى كده. دي اسهل طريقة انك ترسم بها السيخ بالمنظر ده. طيب كم سيخ هيبقوا بالمنظر ده? عندي طبعا سخين. واكتب هنا خمسة. يبقى اوكي. اه دي سخين في ستاشر بالمنظر آآ ده. تمام? همسح بقى الخطين المساعدين اللي انا عمل به. ماشي يا شباب? دي اسهل طريقة. وطبعا نفس تقسيمة الكنات ونفس توزينة الكنات اللي احنا انتفقلنا عليها. آآ في الطريقة دي. آآ يبقى خرد بقى السيخين اللي هم الجودات دول. ابدأ اقول له آآ هو التفريدة من هنا. دايما نطفل في التفريد عشان تحط السيخ في المكان اللي انت عايزه. تمام? ادي اول واحد تمانية فاي ستاشر. نركز في النقطة دي. وادي التفريدة التانية السيخ اهو. هيبقى بالمنظر. تمام? هيبقى سيخين بس فاي ستاشر بالطول ده. تمام? طيب الحالة اللي بعد كده لو بصينا على عين اتنين هنلاقي ان في الدور الارضي والاول اتناشر فاي ستاشر والقطاع تلاتين في ستين. لكن الدور التاني تلاتين في خمسين بنفس التسليح. ازا فيه سيخين هيتكربوا في سيخين اللي هم في العشر دول اللي هم في الالزن اللي الاتنين دول هيتكربوا وهيدخلوا بميل جوة الدور التاني. جوة العمود بتاع الدور التاني. تمام? فطبعا العشر اسيخ هيتسموا الطريعة دي خالص. ادي الانفورسمنت. ستاشر تلاتة وتلاتين زي ما احنا متعودين. ادي البيينت من هنا. لهنا. ادي دول عشر اسيخ. واحط بتاعهم. واعمل متر تلاتة وتلاتين. متر هو تلاتة تلاتة. تمام? ومن تحت زي متعودين. ادي اه بوينت او تلاتة تلاتة. احنا احنا اللي عملنا العشر اسيخ دول هنا. طيب فيه سيخين بقى هيتطلعه هنا وهيدخله بميل في القطاع الجديد. في القطاع الجديد. طيب الميل طبعا زي ما احنا عارفين بيكون واحد الى ستة. يعني واحد كل سمتي آآ باخده في الافقي. لازم يكون ستة سمتي قدامه آآ تحت. تمام? فانا عندي السيخ هيتقرب المفروض آآ السيخ الاساسي. ماشي من هنا. لهنا. ده السيخ الاساسي صح? اخد او موف آآ بوينت او تلاتة تلاتة. ده كده السيخ الاساسي. صح كده? طيب اما يجي تعامل هنا اخده آآ كوبي واخد عشرة سنتر. صح كده? بحيس ان المسافة دي برضو تكون بوينت تلاتة تلاتة. ده هي الكفر. بوينت تلاتة تلاتة. تمام? اللي هو الكفر آآ بتاعي. ماشي? طيب مزبوط. ازا انا السيخ ده هيبدأ يتكرر من النقطة دي كده. النقطة دي هي تبقى نهات التكريب. فالنقطة دي جت عشرة سنتي. صح? من هنا هنا عشرة سنتي. ازا انزل قدامها ستين سنتي. ستين سنتي من هنا لهنا. واقوم الاكستيند. يبقى دي اول نقطة. هتبدأ التكريب من هنا لحد ما وصل للنقطة دي. ماشي? يبقى امسح انا مش محتاجه اهو. وهنسي بس النقطة دي نرسم آآ عليه. طيب يبقى آآ قادي. آآ ارسم عديد ستاشر زيرو بقى لاني بارسم خط مساعد فانا همشي على الخط ده طول. اقول له انا ارسم نفسه. طبعا حديد كل ده اصفار واختار ابدأ من النقطة دي. من النقطة دي كده اهي. هطلع بالسيخ لحد النقطة دي. بس. واقف عند النقطة دي. تمام? وامشي بالميل بتاعي لحد النقطة دي. تمام كده? وبعدين من النقطة دي هطلع الكفر بتاعي او الاشارة بتاعتي اللي هي واحد متر. يبقى ده السيخ بتاعي. تمام? في سيخين هيبقوا بنفس الطريقة دي. سيخين اهم. واروح اوكي. واروح اقل له ان دول اتنين. اتنين فاي ستاشر. هم بس اللي بالنقطة دي بالمنزر ده. امسح الفطوط المساعدة دي كلها انا معانتش محتالها في حال. اتناشي يبقى ده كده الطريقة اللي اقدر ارسم بيها السيخ التكريم. تمام? افرض الكلام ده بقى كده. اهو. عشان برضه يظهر معنا ونشوف الدنيا ازاي? ادي اول سيخ عشرة فاي ستاشر. نفس الكلام ادي السيخ التاني اهو. ده هيبقى اتنين فاي ستاشر بطول اربعة متر برضو. وسنطي. تمام? يبقى ده كده التكريبة بتاعتنا. طبعا هاخد السيخ ده بقى كوبي. عادي اتنين اربعة ستة تمانية. طبعا طالع من تحت عشر يعني ده ده انا خدت هنا كوبي بس من هنا لكن ده تسليحة تمام? يبقى دول كده ارسم بقى القطاع الجديد وارسم بنفس الطريقة اشتغل بها هنا. طبعا انا عايز ارسم آآ سيخ جديد بقى في الحتة دي وقربوا هنا ممكن آآ هنا تلاتة آآ وتلاتين ميلي. وقل له النقطة دي. لحد النقطة دي. ماشي. وقل له هنا ادي الاتناشر سيخ اللي هتكربوا. وعمل له كده. وقل له بقى هنا آآ النقطة دي كده. من هنا. اقول له دي عشان امشي بالزبط على الصيد ده. وروح اقل له خمسين صندق. بس كده خلص. يبقى لكده السيخ بتاعي الجديد. اللي هو هتكرب هنا. واقول له التفريدة بتاعته اهي. دي كده التفريدة بتاعتي. تمام? الاتناشر سيخ واعمل لهم ميرور بقى كده او ايه? وتفعر زي ما اعايز اشتغل اشتغل. هناك. تمام? يبقى انا كده خلصت ده الكيس اللي ممكن نقبلها. الحتة دي والتكريبة دي والشكل ده. طبعا توزية الكنات زي ما تفعلها وعملناها مش ما فيهاش اي دغيب. طيب الكيس الاخيرة بقى لو انا عندي عمود دائري. لو انا عندي عمود دائري زي لها. طيب الحالة الاخيرة لو عندنا عمود دائري. ده كده العمود الدائري عندنا الكتر بتاعه. اربعين سنتي. والتسليح تمانية فاي اتناشر. تمام? طيب هنشتغل بنفس الطريقة. هادي الاربعين سنتي الشغل بتاعنا. هرسم السيخ الاساسي. هادي السيخ اتناشر. تلاتة وتلاتين. فيه طبعا وابدأ من النقطة دي كده. لحد النقطة دي. ماشي. عندنا قلنا تمانية فاي اتناشر ولا كام? تمانية فاي اتناشر. هادي تمانية السيخة اهو. يبقى ده كده من السيخ الاساسي بتاعنا تمانية فاي اتناشر. امسك ده كده. هزود بوينت او تلاتة تلاتة. هزود من هنا. واحد بوينت او تلاتة تلاتة. تمام? يبقى ده كده السيخ الاساسي بتاعنا. باي بقى ارسم بقى القطاع. ادي سيركل. بوينت اتنين. علشان آآ اللي هو نص يعني. بحيس ان يبقى انا كده حفزت على من الكترة اربعين. آآ افست بوينت اتنين خمسة. اللي هو الكانة. او ممكن نعملها بالسيخ على طول. برسمة الكانة. ادي علامة الكانة اهيه. واقول له انا هختار دائري. تمانية. الخمسة وعشرين. حديد ار. هاخد دايرة. عشرة سنتي. مية خمسة وتلاتين. ومية خمسة وتلاتين. كفاية ستة سنتي للاف. آآ ممكن ناخد آآ عشرين سنتي. عشرين الفاي. بنعمل اللابس اللي قال حتة دي كده. حتة دي كده. ناخد عشرين الفاي بتبقى مع معقولة يعني. هادي آآ آآ تمام. واقول له بقى السلكت. تمام. هيستخدها عشر الفاي اللي هي تبقى ستة سنتي ماشي. فقالل كان عشرة سنتي. واقول له هنا عشرة فاي. واين فاي اتناشر. فعشرة يبقى آآ هادي سلكت. تمام. وهنا اقول له طبعا كانت اربعة وتلاتين كانت تقريبا. فهادي التوزيع بتاعة الكنات. اوزع بقى السيخ الرئيسي جوه الكنة. فهادي التوزيع 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 اقول لنا السيخ ده. هيتوزع معي في السيجمنت. اختار اللي هو ده كده. تمام? انتر. طبعا انا عندي كم سيخ اتفقنا انه هما تمانية فاي اتناشر. فهادي ان تمانية. ادي اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. يبقى انا عندي كده تمن آآ تمن اسيخ. اقول له اوكي. هنا تمانية وبرضو اختار اسيخ او اتنين واعلم عليهم كده. وقول له مسلا الاتنين دول انتر دول كده تمانية فاي اتناشر. تمام? تمانية فاي اتناشر. يبقى انا كده رسمت. ابدأ بقى اعمل توزاية الكنات العادية خالص. واوزع السيخ في العمود. ناشي. افست. افرد الحديد بتاعي. ادي الكنة هي. ادي الكنة هي. وادي التفريدة بتاعتي. ناشي. وطبعا ادي السيخ اهو. برضو. وادي التفريدة. تمام? يبقى انا كده آآ تعرضت للحالات الكاملة بتاعة العمود. اوزع بقى ده كده طبعا كوبي وبست هنا زي ما اتفقنا. اخد السيخ دي كده. ممكن اخدها كوبي. انقلها هنا كده عند اول ماشي. وحط هنا سيخ وسيخ وسيخ. تمام? يبقى كده خلصنا الاعمال. احط بقى السيكشن والديمنشن والاكسيس بتاع العمود. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.